ان في تحسن كبير وملحوظ ان شاء الله واستمرار للنجاح المادي عندك يا برج القوس هتلاقي حاجات كتير ان شاء الله هتتحقق احلام كتير عندك انت كنت بتحلم بيها ونفسك ان انت هتتحقق في مديات كويسة قوي جيالك في تحسن للحالة المادية بشكل كبير ولو ان الامر بيتطلب منك مجهود لان طبعا محدش بيحصل على الحاجة بدون مقابل فطبعا ان شاء الله فيه شوية مجهود زيادة بس فيهم مقابل مالي كويس جدا ايامك اللي جاية كلها سعادة يا برج القوس فيه كمية تحقيق لامنيات وتحقيق لرغبات كبيرة جدا هتدخل على نفسك السعادة وهتحس بالسرور جدا 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 خلينا نقول كمان فيه ان شاء الله تحقيق للعدالة يعني لو حد منكم عنده محاكمة او عنده ورق عند جهة حكومية حاجة بيتمنى ان هي في ايد تحد من الحكومة او في ايد حق جهة سيادية يعني فان شاء الله هتتحقق هتيجي وهتكون لصالحه فيه حاجات كتيرة هتيجي لصالحك يا برج القوس خلينا نقول ايامك اللي جاية كلها سعادة وكلها هنا فيه عندك برضو امكانية الصفر او التنقل البسيط هيكون فيه رحلة او هيكون فيه صفرة ايام هتسعدك هتدخل عن نفسك السرور ايام فيه برضو ممكن تكون عودة لحد من حبيبك كان مسافر وهيرجع ايام فيه شوية كده بقى ايه خلينا نقول شوية تحكمات من الجنس الناعم ايام بالنسبة لبرج القوس ممكن يكون فيه حد من الكبار الموجودين سواء رئيسك او رئيستك في العمل بالذات رئيستك في العمل حماتك حماتك ايام هيكون ليهم تسلط عليكم شوية وشوية تحكمات بس انتو بالكياسة وبالحكمة هتقدروا ان انتو تعدوا النقطة ديات وتقدروا ان انتو تعدوا غيرها كمان هيكون فيه حاجات كتيرة في تطلع بتاعكم حلوة جدا يا برج القوس خلينا نتكلم بقى عن الحب وعن المنفصلين كمان خلينا نتكلم عن المنفصلين وكمان نتكلم عن يعني اللي حصل عندهم طلاق واللي حصل عندهم منفصال بعد كده هنعمل المرتبطين وبعد كده هنعمل العزاب ومتأخر الزواج فخلينا نقول بالنسبة للمنفصلين ففيه رجوع ان شاء الله للحبيب وزي ما قلنا مليون مرة الرجوع للحبيب او عدم وده بايدكم انتو انا مش بافرض على حد ومش بقولك لازم او بقولك لما ترجعلك او يرجعلك خليكم معاه مش مش تقدر تسيبوه لا طبعا كل بنا قدم بيختار اختياره هو المسئول عنه احنا بس بنورلكم السكة وانتو حرين تمشوا في الاتجاه اللي يعجبكم فخلينا نقول ان ان شاء الله ان شاء الله فيه سيطرة تامة هتكون على العواطف والعقل هتقدروا ان انتم تمشوا في سكتكم بسلام فيه نصر فيه فيه نصر ورجوح حقوق فيه رجوح حقق ليه كان ضايع يا برج القوس مع حبيبك او الشخص اللي انت كنت معاه وانفصل عنك في لك حقق انضايع انت كنت بتتمنى ان حققك ده يرجع او ان الشخص ده يعرف ان انت مظلوم وان انت ما عملتش اي حاجة ففعلا الحقيقة دي هتبان وهيعرف ان انت ما كانش لك يد في اي حاجة وان انت اتظلمت كتير وان هو جاه عليك كتير قوي وان احساسك بالظلم ده كان حاجة رهيبة وهيحس الظلم ده فعلا هيستشعره خلينا نقول كمان هتسمع منه خبر كويس قريب بعض المنفصلين هيسمعهم خبر من الشخص اللي كان منفصل عنهم ومبتعد معظمهم واللي كان عامل بلوكات أو قافل الاتصالات هتلاقوا فاجأة كده الاتصالات اتفتحت والبلوك الشال فيه رجوع وندم وإحساس بانك اتظلمت وهيكون فيه تعويض ليك تعويض للقرامة كبير جدا هيكون لك نصر على أعدائك وإحساس بالزهو علشان انت انتصرت وحصلت على حقك تمام خلينا نشوف كمان يا برج القوس بالنسبة للعزاب ومتأخرين الزواج عشان بيقولولي انت بتسيبيني لآخر القراءة ليه خليتكم في النصر تمام ان شاء الله بمشيئة الرحمن فيه فرص كبيرة للزواج وللخطبة برغم ان وجود الاخباطة عندكم لان فيه شخصين في نفس الوقت بيعرض حبهم عليك أو عليكي فانتو عندكو حرية الاختيار وانتو فعلا محترين في الاختيار طب اختار ده اختار ده اختار دي اختار دي فعندكو حيرة جمدة انا افكر بالنسبة للبنات ما تحتريش اللي يجي من الباب هو ده اللي تخديه واللي ميجيش من الباب سي بيه اللي يتقدم تقدم كده جد ومستقيم هو ده اللي يتاخد بالنسبة للشباب فانتو لكو حرية الاختيار بقى احنا ما نقدرش نفرض على الراجل حاجة ولا على البنت والله فيه ليكم ان شاء الله سيطرة على اموركو هيبقى ليكم التحكم في الاختيار اخد ده ولا ماخدش ده انتو هتبقى عندكم فكرة كبيرة عن انكم فين اللي انتو عايزينه ومين اللي انتو عايزينه وازاي ان انتو تتوجهوا ليه وازاي ان انتو تحصلوا عليه وهيكون ان شاء الله نتيجة ناجحة جدا 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 فابشركم بالخير متأخر الزواج والعزاب ليكم مرحلة هيلة جدا 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 هتمروا فيها وهتبقى اسعد مراحل حياتكم ان شاء الله في الفترة ديت الفترة اللي احنا عدينا ومرنا بها دي الفترة اللي جاية دي احسن ان شاء الله وهتكون فيها خير كتير خلينا نشوف بقى بالنسبة ليه حبيبي المرتبطين يعني المتزوجين والمرتبطين هتكون الدنيا عندهم عاملة ازاي طيب خلينا نقول الدنيا عاملة معكم ازاي مرتبطين او المتزوجين فهنقول ان فيه صفر للحبيب او الزوج بيحاول ان هو يسافر علشان يسعى على رزقه ورزقكم هيكون فيه فراء بينكم لان هو هيسافر بالفعل علشان خطر يحسن الحالة المعيشية ليكم ولوه طبعا هيحصل معارضة من جانب الاهل ازاي ما تسافرش انت لازم ان تفضل قاعد معانا مش وقت الصفر مش وقت الساعي ولكن هو انسان بيحاول ان هو يعيش اهله في احسن حال فلازم يسعى على رزقه مش شرط يكون يعني صفر خارجي خالص ممكن بس صفر من منطقة لمنطقة علشان خطر يشوف شغله او يشوف رزقه في حتة تانية بعيدة عنكم شوية تمام وان شاء الله ربنا هيرزقه هيوسع عليه وخليكم عارفين ان هيكون في تحسن كبير في المادة لاصحاب برج الكوس ان شاء الله وهيكون في تحسن كبير كمان عاطفي جدا هيكون في ايام حلوة كتير هتعدوه مع بعض خلينا نشوف بقى الرومانس هيقول لنا ايه للمتزوجين او المرتبطين عموما بعلاقة حب والمطلقين والمنفصلين والعزاب متاخر الزواج خلينا نقول ان فرصتك في الحمل الشهردة اقل شوية يا برج الكوس فرصة الحدوث حمل الشهردة ضعيفة شوية تمام وخلينا نقول بقى بالنسبة زي ما احنا قلنا كده بالترتيب هنقول المنفصلين هيكون في رجوع ان شاء الله وظهور بالحق واعتراف بالخطأ بالنسبة لمتاخرين الزواج والعزاب هيكون في ان شاء الله تحسن جدا 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 ومرح وانطلاقة وحاجات حلوة كتير في العاطفة بتاعكم بالنسبة للمرتبطين فهيكون في انطلاق نحو الهدف هيكون في ايام كتير سعيدة هتعيشوها ان شاء الله بحبكم كلكم في الله وبتمنى ان انتو كلكم تكونوا بخير وعلى خير ما تنسونيش من دعوة حلوة ومن الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وحط اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة